بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب الجزء دوت إن شاء الله مختص بالشابتر الأولاني الجزء الثاني وهنتكلم فيه عن تعريف لنظام التشغيل يعني إيه نظام التشغيل بنتكلم بنقول What is an operating system إيه هو نظام التشغيل نبدأ نعرفه ببساطة مع بعض ونقول نظام التشغيل operating system is a collection مجموعة من الصوفت وير مجموعة من البرامج zconnects اللي بتربط اليوزر وإيه وكمبيوتر هاردوير ومكونات الكمبيوتر المادية من جوه إذن ممكن نقول إنه حلقة وصل ما بين الكمبيوتر وأجزاءه المادية وما بين مين اليوزر جميل تعالوا مع بعض نشوف شكل يبين العلاقة دي عندك على سبيل المثال أدى نظام التشغيل أهو وبنقول إن هو حلقة وصل ما بين مين يا جماعة ما بين اليوزر أهو بفرض إن إحنا عندنا عدد من اليوزر يوزر واحد يوزر اثنين لغة يوزر ان وما بين مين يا جماعة وما بين الكمبيوتر هاردوير المكونات المادية من جوه ما تنساش إن نظام التشغيل لما نجي نربطه باليوزر لازم نربطه عن طريق برامج تطبيقية أبليكيشنز بروجرامز زي ما أنت شايف طيب ده معنى كده إيه معنى كده إن اليوزر شايف الأوبريتنج سيستم بطريقة وأكيد الكمبيوتر هاردوير شايفه بطريقة تانية إذن لما نجي بقى نعرف نظام التشغيل لازم نعرفه من وجهة نظر المستخدم اليوزر ونعرفه كمان من وجهة نظر مين النظام نفسه السيستم طيب نشوف مع بعض كده تعرفين له من وجهة نظر كل واحد فيهم التعريف الأولاني من وجهة نظر اليوزر وبنسميه يوزر بريسبكتف أو وجهة نظر المستخدم والله المستخدم شايف الأوبريتنج سيستم على أن وجهة ظريفة وجميلة كده يقدر يتعامل بيها إذن أوبريتنج سيستم is an interface يعني وجهة ظريفة لإيه بقى أن يبدأ يتعامل اليوزر مع مكونات الكمبيوتر ومع برامج الكمبيوتر تمام دي من وجهة نظر مين من وجهة نظر المستخدم طيب من وجهة نظر السيستم والله هو شايف حاجة تانية شايف إيه شايف إن الأوبريتنج سيستم دوت is a resource allocator يعني يعني بيدير موارده إدارة جيدة يعني 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 يقدر يتحكم في الهاردوير ويقدر ينسك الشغل بتاع المكونات المادية مع بعضها البعض وينسك شغلها ينسك شغل البروسيسور مع الميموري وهكذا يبقى إذن هو شايف إن هو controls and coordinates يتحكم وينسك الهاردوير resources مواردو اللي هي المادية وكمان يقدر يخدم برامج التطبيقات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر